وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم ومنارة لنشر صحيح الدين على انتداد رقعة الجمهورية مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية القبرى في كل محافظة وخلال اجتماع لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف وجه رئيس السيسي بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للكرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيه والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم والتي تتناول حفظ قرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن وأشار المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعدادات لشهر الرمضان الكريم دعويا ومجتمعيا وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كالسقوق الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية كما تبع الرئيس السيسي كذلك نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على زيادة المستمرة في إراداتها حيث تطورت إراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014